السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع سهل جدا وسيط كل اللي بعمله ان انت بتحدث له ايه المجال الى شخص تذكره وهو يبدا ان هو يديك المقترحات ويديك اللينكات هل انت اريد تذكر ايه مثلا؟ تمام؟ اريد تذكر مثلا حاجة في الفيزياء حاجة في الكامية حاجة في الانجليزي اي 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 حاجة انت عايزها يبدأ اديك النقط عايز مسلا تعلم ازاي ترسم يبدأ يديك اللينكات وفهمك ازاي تبدأ في المجال كيانا بتكلم مع هد خبير في المجال خلينا هنبدأ هتقول له عايز ابدأ وتقول له نيوبورد بيقول لك ده الاثدار الاول ويبدأ انه بالذكاء الاصناعي يشرح لك المواضيع اللي ممكن تفيدك في الدراسة بتاعتك تمام هو بقى يشرح لك النقط اسك انيسينج يبدأ إذا ما انت عايز طيب خلينا نقفل شو بقى انت عايز تسميها ايه مثلا عايز تذكر اجمانتد رياليتي عايز تذكر بيم عايز تذكر اي حاجة ولياكم مثلا وممكن تدي له صورة او ممكن تدي له صوت او ممكن تدي له ملف في نوتس بحيث يبدأ انه قوم بيشرح لك التفاصيل اللي فيها طيب بيقول لي ان في حاجات كتيرة فيه بروبلم سولفينج فيه بروبلم سولفينج كل حاجات دي جد البروبلم سولفينج يجب لك كل جزء فيهم ويبدأ اديك اللينكات اللي هتفيدك ممكن موضوع منهم مثلا انت حابب تعرف عنه اكتر فتيجي هنا وتقول له علامة ازاي اديت ايه اللي انا عايز اعرف اكتر فبيقول لي مثلا محتاج تعرف عن الانظمة الخبيرة عن تبدأ تدوس يبدأ يجيب لك التفاصيل بتاعته تمام فهو بيفصص لك العلم على اساس تعرف كل حاجة انت ممكن تتعلمها المفروض تدوس فيه لو عندك اي سؤال انت بتبعث له السؤال وهو بيروح يسأل شات جي بي تي ويرجعلك او بيسأل اي نوع من الوعز كده لسماعي يبيرجع لك. طيب كل واحدة بندول تقدر انت تشوف ايه التفاصيل بتاعتها. لو انت عايز الجزئية دي لازم تدخل مسلا في الجزئية دي في يبقى انه هو يفتح لك كده اجزاء متفصصة جوه العلم دوت. فلو انت عادت معا ساعة ولا حاجة هيبقى عندك معلومات عن فروع العلم دوت ويه الحاجة اللي مفروض ان انا اخدها. وتقدر تسأله قول له شو راح هتدي تاني طبقات لي المراجع الريفرنس اللي الكلام دوت. وكذا. فكاين شاد جي بتي بس معمول بشكل خريطة زهنية تقدر ان انت تتعلم منها بشكل سهل جدا وسهلس. ترجمة نانسي قنقر